السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعات العزيزات كيف حالكم مزيانين تمنىكم كاملين تكونوا على خير وباخر واليوم ان شاء الله غد نقدم لكم واحد العاصر اللي كيجي زوين زوين بزاف وغد ينفعكم ان شاء الله في الشهر الكريم وكذلك في الصيف فما عليكم إلا تتبعوا معي هذا الفيديو إلى الآخر باش تتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير والمكوين الرئيسي اللي غد نحتاجوه هو البرتوقال أنا خديت ثلاثة دي البرتوقالات غد نعصرهم مزيان ممكن تستعملوا كمية أكتر ممكن أقل وضروري البنات باش يجينا هاد العاصر زوين نعصروا الليمون يعني مش غير منقشره ونطحنه مع المم كنحصلوش على نتيجة زوينة بالتجربة هادا كل اللوب اللي كي تحننا من الليمون غد نطحنوه مع العاصر يعني ما غديش اللوحوه وغد نحتاج كذلك جوج جزارت غد نحكهم في الحكاكة باش يتطحنوا بسهولة إذا ما بغيتوش تحكوه ممكن تقطعوه طريفات صغار باش يتطحنوا بسهولة أو لتسلقوه نص سلقة وعد طحنوه مع العاصر أنا كنفضل نستعملوه هكا طبيعي غدي نحتاج كذلك الفريز أنا استعملت هذا اللي عندي مجمد ممكن تستعملوه يكون طري يكون أحسن والفريزة البنات اللي كان احتفظ به كان جبدو كان أخد منه الكيمية اللي غدي نحتاج وكان خرج اللي هو من الميكة وكان نصدها مزيان من بعد ما مطحنت هاد المكونات مزيان غدي نصفيهم بواحد المصفات يعني ما نكتروش علينا الموعا أنا عندي هاد المصفات كان صفي نيشا في القرعة غدي نصفيه صفيه اللوله عاد غدي نضيفه إن شاء الله مكونات اللي باقية وفي هاد المرحلة لبنات ماشي مشكل إذا بغيتو تضيفو شوية الماء هكا باش العاصر اللي باقي عالق في هادوك ججلوفة اللي كيبقى وينزل ولكن ما تكتروش الماء لأن مني كان عملو الماء في العاصر من بعد ما نحطو العاصر دينا للضيف كيولي كتولي طبقة دينا للماء تحت والمكونات اللي خراك كتطلع الفوق بينما مني كان عملو غير هاد العاصر هكا يعني بدك العاصر ديتشن كيبقى طابعين ما كيوقعش ما كيينفصلش دبا غدي نضيف السكر وغدي نضيف بنانا ممكن تخليوا العاصر ديالكم بلا بنان راه كيبقى زوين وخفيف ولكن هاد البانانا كتعطي واحد طعم زوين بزاف وكتعطي الخطورية من بعد مضحنت هديك البانانا سوف يكون عمر العاصر ديالي في قريعة وغدي نقدمو لكم ان شاء الله هاد العاصر هالبنات كيجي زوين زوين بزاف بزاف ما تنستغناش إليه بالموسم ديال البرتوقل والفريز وكذلك ما كيكون البرتوقل فريز را كيكون البانانا وكيكون الجازر نتمنى الاخوات يكون يهجبكم هاد الفيديو نتمنى تجربوا هاد العاصر غدي يهجبكم بزاف بزاف ودعبا غدي ندوث كيف ما والفنا في كل فيديو نقدمو التحية كنقدم تحية في هاد الفيديو اخت ليلى ام ايمان خولة بالله سعد مهيب تحية كبيرة لكم البنات شكرا على الدعم وعلى تشجيع ديالكم مع عمركم خلتوا عليا باللايك باللايك والتعليق وتشجيع شكرا شكرا بوسا كبيرة لكم الله يجازيكم باخير تحية كبيرة لجميع المتتبعات اللي ديما مشجعيني ومدعميني لهلا يخطيكم عليا الله يرحم لكم الوالدين والله يعطيكم كل ما كتمنوا واليوم كذلك غدي نقدم تحية لأصغر متتبع والصديق تنزها اناس الله يوفقك الله ينجحك والله يفرحك به اخت نزها وتحية كبيرة ايضا لأخت مالك نور تحية كبيرة لك ركي عزيزة وغالية نتمنى فيديو ديوم يكون اخفيف على قلوبكم نتمنى تجربوا هاد العسر غدينة لإعجاب ديالكم نتمنى كذلك تخليوا لي اللايك للفيديو ورأيكم في التعاليق مع السلامة دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر